نحن نتحدث عن الأحاديث النبوية وأننا يجب أن لا نكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وما قرر في السنة هناك البعض وهو يتحدث بالبلدي كده أنا تقريبا فاكر أن في حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول كذا كذا ومش فاكر فالأولى والأقرب أن نستخدم أنه قال الرسول صلى الله عليه وسلم أو أن نستخدمه ونعلن عن عدم التأكد من نسبه إلى الرسول أم أن نبتعد نعلن ولذلك اشترط علماء الحديث قالوا إذا رويت حديثا ضعيفا لابد أن تقول إنه ضعيف وإذا رويت الحديث تقول ما معناه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما معناه لا تقطع بأن له حديث حتى لا تكون كذبت على رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا للإحتياط إذن كلمة ما معناه ترفع عنا العقوبة يعني أنا أذكر معنى الذي أذكرته نعم